السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي اي تشيتشيت. اي تشيتشيت هي اي تشيتشيت يعني دي ملخص للدرس او ملخص للمنهج اللي انت بتذكره. فممكن مسلا يكون عندك منهج احياء وفيه معلومة كتيرة جدا فانت بتتلخص هي زي برشمه لكن هي بيش برشمة بشي برشمه ليه? لان انت مش بتدخل بالاتهاية انت بتذاكرها طول الوقت في حيس ان انت تبقى فاكرها. تمام? الموقع ده بيعمل لك ملخص لاي منهج انت عايزه وحيس سهل عليك ان انت ترجع في اي لحظة. تمام? ممكن تقول له انا عايز يبدأ يجهزك الابتحان مسلا. طيب ام? فممكن اقول له مسلا انا عايز حاجة عن اي 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 مسلا. انت امي ال ماشين ليرننج وبمناسب للسانة الكام والمدى السهولة والصعوبة بتاعته. ونعمل بغاية اللوج ان. اخش بجوجل اسهل. ونقول له اعمل لنا بلخص. فيبدأ الكريات لك اللي تشيتيت ده. زي ما احنا بتشوف كده في حاجات لذيذة اهو. لخص للموضوع كله ثواني اي الاي اي والانواع بتاعتهم واليجزامبل والتولز والليرنج يعني انا لو اعايز اعمل محاضرة ممكن ان اطبع ديه احطها قدامي بحيث ان انا افتكر كل حاجة. يعني الاي اي مسلا الايجزامبل بتاعتها الويز اساسنت السيلفي درايفين كار والاستخدام بتاعتها فجاب لي كل حاجة وماشاء الله مبتز جدا جدا يعني ان شاء الله الواحد يبدا يعتمد عليه. طيب تعال نشوف الداولود. اهو بديني ثلاث نقط كل يوم. هي حملاليك صورة. فتقدر ان انت تشعر عليها.